اشتركوا في القناة طبعا بيهم قصة كتير جدا لانه بيخش في كل بيت في فترات تغيرات الفصول موضوع المناعة وامراض الحساسية الارتباط بارتباط خوي جدا لان كلمة المناعة بتحمل معنى انك انت عندك جهاز مناعي بيدافع عن جسمك ضد غالبية الامراض او جميع الامراض اللي انت ممكن تتعرض لها اما بانتاج مضادات او بطرق اخرى من المخاوم مناعة جسم الانسان باختصار شديد جدا خطوط خارجية ودخلية جوه جسمك علشان تدفع عنك جسمك من بره عليه جلد اخشية مخاطية في مداخل الانف والقرنية بتاع العين وغيره وغيره من مداخل الجسم كلها متغطية باكسام مناعية جهازك الهضم من جوه فيه بكتيريا كتير تريليونات من البكتيريا النفعة ربنا خلاهالك توقف تدفع عنك جوه جسمك الجهاز المناعي الاساسي اللي هو الدم الدم عبارة عن مجموعة من كرات الدم في الحمرة مسؤولة عن شال الاكسوجين والهيموجلوبين والقصة بتاعت التغذية ولفة الاكسوجين في الجسم وكرات الدم البيضة وهي دو الخطوط الدفاعية الاولى عن جسمك اللي هي مسؤولة عن التهام اي جرسومة تدخل جوه جسمك بيلتهمها كرات الدم البيضة في حاجة اسمها ماكوفيجيس او خلال بلعامة تلتهم اي جرسومة او مايكروبي خش جسمك وتدمرها وتبدأ تتعرف عليها وتقول والله الجرسومة دي فلان ابن علان وتبلغ خلاهها اسمها الميموريسيلز خلاهها زاكرة فلان دخل ودمرناه بالانتيبود المضادات كذا وسجل عندك يا جهاز المناعة في خلاهها زاكرة ان الكلام ده حصل في الوقتي الفلاني لما يجي الميكروبي ده تاني هطلع له المضادات بتاعتي وعندنا انسجة لنفاوية في الجسم منها اللوستين اللي انتو بتحبوا تشيلوها دايما وانا بقول لتأخر شوية في شيلها ما تشيلهاشها لما تكون بايزة خالص اللي هي عاملة زي البواب وانسجة كتير في الجسم تشبه انسجة اللوستين دي انسجة لنفاوية مسؤولة عن انتاج المضادات والمدافع اللي انت بدافع بها عن نفسك ربط العلاقة بين جهاز المناعة وامراض الحسية في الجملتين اللي هقولهم لكم قبل بس ما خلش في موضوع احنا طبعا بننتظر استفساراتكم على الهوى في اي وقت ان شاء الله مخرجنا ربما بيحط التليفونات على الشاشة وانا تحت امروكم فقل استفسارات تخص الاطفال وحديث الولادة سوى اذا كان موضوع تغذية او صحة او حسية انا معاكو على مدال الحلقة ان شاء الله موضوع العلاقة بقى بين المناعة والحساسية بينحصر فيه جزئية علمية مهمة جدا ان جسم الانسان كجهاز المناعي بالاضافة للدفاع عن الجسم عنده برضو خاصية التعرف على ايه المفيد وايه الدار بمعنى ان جسم الانسان عارف نفسه انا عندي اجهزة داخلية تركبتها كذا فيه اشياء تخش جسمي لما الاشياء دي تخش الجسم المفترض ان الجسم ما اعتبرهاش اعداء واعتبرها اصدقاء ويتعامل معاها بطيبة اقول لها عدي بسلام ادخلي انا باكل وبشرب وبشم في الهوى حاجات المفروض ان الجسم الطبيعي بيعتبر الحاجات اللي داخل دي سقف الاكلة او الشرب او الشم او اللمس او زي الادخنة حبوب اللقاء الحاجات دي ممكن جسم يعتبرها ما هيش اعداء وفيه جسم متحسس عنده رد فعل حساسية ورد الفعل الحساسية في الغالب بيكون رد فعل وراسي في معظم الاحيان يعني ان التركيبة الوراسية بتاع هذا الشخص عنده استعداد لانه يحصل له حساسية ايه اللي بيحصل بالزبط انها ذكرنا من شوية خلايا اسمها خلايا البلعمة خلايا البلعمة دي اول ما تخش حاجة غريبة تبدأ تابتلحها هي جرسومة بتطلع لها بتدمرها وطلعها مضادات هي مادة غريبة الجسم الغير متحسس خدوا بالكم الحتة دي بيطلع اجسام منعية اميونو جلوبيلون جي واحد واثنين ودي مفيش منها مشاكل لكن الجسم المتحسس اللي عنده حساسية اللي هيرفض المادة دي اللي هي بيعتبرها انمي او عدو له بيطلع لها اميونو جلوبيلون اي انتيبودز مضادات ويقول بس دي حاجة مش كويس اشهرها زي ما احنا عارفين في فترات تغيرات الفصول الاتريبة في الجو حبوب اللقاح البولينجرينز المتطيرة من النباتات بعض الوبر بتاع الحيوانات والطيور والاسواف والحاجات دي بتطير اجزاء صغيرة بتهيج اجهزة المناعة بعضهم من الاكلات بعضهم من الادوية ودي كلها حاجة برسونال اوي زيتية اوي بتبقى معتمد على الشخص نفسه في شخص متحسس ضد كذا والشخص التاني لا لا يتحسد هاش ايه بقى ده الفيصل بين الاتنين ان الشخص العادي بيعتبر الاجسام اللي دخلت دي اجسام طبيعية وبيقول لها عدي بسلامة مميعملش حاجة انما الشخص التاني اللي هو اعتبر ان المادة دي مادة غريبة وهو تركبته الوراسية كده عندها استعداد تعمل رد فعل عدائي ضد المادة الغريبة دي ده شخص متحسس هيطلع اميو جلوب لاجسام منعية بتبدأ تحفز خلية جوا جسمنا اسمها خلية الماصت او الماصت سيل الخلية دي ووظيفتها تتنزل في الدم مواد تحسس اللي هي الهستامين واشباهه يوم يحصل رد فعل زي مثلا واحد بيجيله في العين يجيله حسية في قرانية العين لو تعرض لطراب او حبوب لقاح او مادة من المواد المؤزية تبدأ عينه تحمر ويبدأ يهرش فيها وعينه تدمع هنشوف صور وكلام للحاجات دي هيبانى على التقرير اللي جاي الكلام دون ليه لانه في مادة دخلت الجسم اعتبرها عدو العداوة دي نتج عنها انتاج مادة تفعلت ضد هذا الشيء بدأت الخلايا المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد المواد الغريبة تطلع مواد اخرى تعمل انقباط في الاوعية الدموية او ارتشاح يبدأ يسيل من عينه يبدأ مناخيره تسيل يهرش فيها حساسية الانف او في الشعب الهوائية يبدأ يفرز مخاط او الشعب الهوائية تقفل تضيق بدل ما هي في مساحتها العادية نصف قطر العادي تبدأ تضيق يحصل تزييقه ويحصل ازمة ربوية بنسميها حساسية قصد ايا كان القصة كلها الموضوع عاوز من بداية الحياة اول ما الطفل يتويلد يكون عندي فكر ثقافي جيد للتعامل مع الطفل عشان نتحاشى حدوث الحساسية اهلا وسهلا الاول حاجة حمدية تفضلي اهلا تفضلي يا حاجة تحت امرك اهلا دكتور تحت امرك يا حاجة تفضلي اهلا يا دكتور اهلا 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 شعر الوجعين ايه ايه اللي وجعك زاري زاري مغلج يعني مغلج غليج بس ما وجعنيش منجوه اه ده بالنسبة لك انت امرك كم سنة حاجة اه فانا مااخد كماوي عامل عملية الصدري ومااخد كماوي اه بس هو يعني الحلقة النهاردة يا حاجة عن الحساسية الخاصة بالاطفال فا اه يعني بالنسبة لك انتي اهتحتاجي اه تتصلي على اي حد من الزمله لما بيكون اه في امراض الحساسية والبطن الخاصة بالكبار فانا اسف جدا كان نفس اكمل الاتصال معاكي لكن الحلقة بتاعت حضرتك مش متناسبة مع الحلقة وربنا اعفو عنك ان شاء الله شفاك الله وعفاك شكرا يا حاجة حمدية على اتصالك كان نفسي طبعا نفيدها لكن وقت الحلقة دايق شوية لان موضوعنا منحصر داخل قصة الاطفال فعوذرا يا حاجة حمدية واي حد يسمحنا يعني الاتصال يكون علشان حالات الاطفال بالذات يعني المهم نرجع لموضوعنا قصة الحساسية ازاي انا اتحاشاها من البداية يعني في بداية العمر الطفل ازاي اتحاشا حدوث الحساسية معاه اولا طبعا لو انا عندي تاريخ اسري في حساسية احد الابوين بيبقى الطفل عنده فسيلة احتمالية بوسيباليتي انه هو يجيله حساسية متوسط 40% الطفل اللي عنده ابويه عندهم حساسية فرصة حدوث الحساسية تصل عنده من 75% ل80% هنا لابد يكون التاريخ الاسري معروف عندنا حساسية نحرص على اولادنا من البداية خالص علشان اتحاشا او اقلل من نسب الحساسية في اولادنا في جزئيات مهمة اول الطفل اللي بيتولد ويبدأ ياخد اشياء غريبة غير لابن الام ايا كان المسمى بتؤدي الى حدوث حساسية يعني الطفل اول ما يتولد ما ينفعش يخش في بطنه اي حاجة الا لابن الام اللي هو اللابن في اول ايام الولادة اللي هنتسميه لابا بالكلوسترام او السرسوب اللي هو معروف عنه محمل باكسام منعية عالية جدا بتعمل حماية اللابن ده اول ما بينزل بيعمل عزل ليه الجهاز الهضم بتاع الطفل من جوه وحماية جيدة جدا في الفترات الاولى للأسف الشديد بيقابلني تقريبا فوق 70-80% من الولادات الحديثة ابو سلاقي اول ما طفل اتولد ده ملحقش ياخد من امه ده لابن الام ما انزلش ده الممرضة جوه عند كشك الولادة اول ما طفل اتولد راح تمدياله عشبة فلان ابن علان اللي فيها سكر او فعلا جلوكوز اللي هو ماء سكاري او لابن صناعي فورا لانه اصل الام والدة قيصاري او طبيعي اي حاجة بتنزل في معدة الطفل وجهاز الهضمي قبل لابن الام تفتح المجال على مصرعيه للحساسية ومهم قوي ان ننوه على موضوع السكر اخطر عدو لينا من اول الطفولة لحد السن الكبير تماما امراض السكر وهو من اوائل المسؤولين عن الحساسية كلما ازدادت السكر كلما ازدادت فرصة الحساسية وضعف المناعة بمعنى طب ناخد التقرير ونكمل حدثنا تتفتح ازهار فترسل مع الرياح لواقحة تصل الى انف بعض المصابين بمرض الحساسية الموسمي فتظهر اعراض كالعطاس والسيلان الدائم للانف واحيانا ضيق في التنفس زي ما شفته في التقرير بيوضح تماما الجملة اللي قلناها ان في فترات غيرات الفصول وفترات الربيع بينتشر الازهار النباتي وبتطير في الجو البولينجرينز او حبوب اللقاح اللي ممكن تؤدي الى تهيج الغشاء المخاطل الانف او جهاز تنفسي رد فعلي في صورة عطس او حكة في العين او كحة وازمة ربوية افل في الشعب الهوائي يبدي ويبدأ نفس المريض يتعب الحتة دي عاوزة نوع عليها خدوا بالكو ان احنا عندنا في منطقتنا في مصر ومنطقة شرق الاوسط اظهار النباتات غالبا بيبقى قبل الساعة العاشرة صباحا في الفترة ما بعد الفجر وتفتيح الظهور لما تنتشر حبوب اللقاح لحد تسعة تسعة ونصف فانا نصحتي للأسر اللي عندهم طفل عنده حساسية انه مايفتحش النوافذ قبل تسعة ونصف عشرة صباحا طبعا فتح النوافذ المتوى الانمية لتغيير الاجواء داخل الغرف اللي عايش فيها مريض الحساسية بنقلل انا بنحطش ظهور ونباتات خالص بنقلل الاغطية والمفارش والستاير واللعب والدبديب اللي عليها زغب ممكن يتطير يهيق حساسية ايه الانسان المصاب بالحسية وخصوصا حساسية الصدر لانه من اكتر الحاجات اللي بتطرينا ندخل الى المستشفات المهم بنرجع لحديثنا بتفاصيله الكاملة عن ان انا من البداية خالص اعمل زي بروفيل اكسس اعمل حماية للطفل انه ما يجلوش الحساسية حتة منع ان يخش في معدة او جهاز الهضم للطفل اي شيء غير لبن الام ما بعد ذلك الجزئية المهمة جدة في الموضوع واللي دايما منقشتنا كاطباء اطفال مع الاسر والجدود بالذات الجد والجدة قاعدين عاوزين يأكلوا الحديث الواء الطفل ده باي شكل مستعيل انه بني ادم كبير لازم يأكلوه وخلوه مربرب وحاجة كبيرة كده وحلوه مقلوزة كلام ده كلام مش مزبوط لازم طفلي يفضل معتمد على رضاعة طبيعية لمدة 6 شهور كاملين ما قابل 6 شهور مفيش لسه الجهاز الهضمي لم يكتمل الكابد لسه ماكتملش الكليتين لسه ماكتملتش الجهاز المناعي لسه في مراحل تعلم الجهاز المناعي بتاع طفل بيبقى شايل مناعة من الام جياله من الحبل السري ومن اللبن اللي قلنا لسه رسوبه اللي في الاسبوع الاولاني المصدرين دول بيعملوا حماية لطفل ست شهور هو منعته لسه ضعيفة ما تعرفش حاجة مدخلتش بدرسة الحياة المناعة بتاعته لسه في حاجة كتير جدا من اللي حواليها ما تعرفوش وعشان الطفل بقى يكون مناعة لازم يتعرض لمجموعة من الامراض كان في دراسة في جامعة اسمها ميلبورد اتعاملت على اطفال لحد سن 12 سنة قسموا الاطفال نوعيات وتعرضوا الاطفال لفحوص مستديمة اكتشفوا ان الطفل علشان يكون جهاز مناعي قريب من الاكتمال محتاج حوالي 67 اصابة مايكروبية سواء فيروسات او بكتيري اي نوع من اناعة الاصابات متوسطها 67 منهم 37 في الست سنوات الاول من عمره لما تيجي تحسبها تلاقي 37 اصابة دول كأن العيل او الطفل من دول بيتعرض لدور شهر او شهر لا فيه قسر تجيلي تقول لي يا دكتور انا تقريبا بروح للدكتور بتاعي حوالي كل اسبوعين تلاتة اه بيجيلك فترة المسافة بتقرب وفترة اخرى المسافات بتبعد حسب تركيبته الجينية فيه تركيبة جينية في البشر متقسمة حاجة اسمها الـ HLA Typing الـ HLA Typing ده من الـ Z وبيقول لك الناس دول تركيبته كذا اذا تعرض لكذا يحصلوا لمرض الفلاني وا 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 التقسيمة ديا هي اللي بتحدد انت في اين وقت في السنة ممكن يحصل لك ادوار لو تعرضت الفيروسات او بكتيريا او مايكروبات غالبية الاصابات حوالي واحد 60% منها بتبقى فيروسية من اكتر الحاجات اللي بتوجد جهاز المناعة وتوقعوا وتحولوا الى امراض الحسية الاستعجال على المضادات الحيوية كثير جدا من الاسر بمجرد معايله يبدأ يرشح او يعطس او يجي له دفاية نص يعني نص درجة حرارة يبقى 37 و 8 شهرات 38 بسرعة يجري على الصيدالي قالو ابعت لي انت بيوتك مضاد حاوي استخدام المضاد الحاوي في الاول بيروح موقف جهاز المناعة من ضمن مداخل امراض الحسية هقول لك ليه لان احنا شرحنا جزئية علمية في الاول قلنا الطفل عندي علشان يكون جهاز مناعة لازم يتعرض لامراض لو دخل عنده مايكروب جرسمة معينة اكس من الجرسمات اسمه فلان دخل كرة البلعمة او كرة الضم البيضة اللي جوه الجسم التهمته تعرف عليه تعمله تعريف ثم تدمير وانتاج مضادات الخطوات دي يليها ابلاغ خلايا جوه جسمك اسمها خلايا الميموري خلايا الزاكرة الرواية دي ممكن تاخد لها متوسط من 24 ل 36 او 48 ساعة الوقت ده هو ده اللي شغال فيه جهاز المناعة انا اول ما دخل الانتبيوتك وقفت ده يبقى انا كده ايه وقفت جهاز المناعة وممكن تتحول الصورة ان في فيروسات في بعض الاحيان ارتفاعها بنسب معينة في الدم ومرتبط بالحسية كل ما الفيروسات مستوها يزيد بالذات مجموعات البرانفلوانزا والبرفوفيروس مجموعات مش هشغلكوا بالمسميات المسميات بتشغل الناس لانهم بيروحوا يركبوها على اللي هما بيسمعوه في الاسور فانا مش عاوزة اشغلكوا بالمسميات انا يعني اني في الامر انك تعرف ان لما يبقى عندك حاجة فيروسية ما تستعجلش على المضاد الحائل والدكتور اللي انت بتروح له لما تلاقيه ايده مفتوحة عرابة على المضادات الحقيقة تبقى عارف ان هو مش مشخص لكن الدكتور اللي بيشخص بيقولك لا دا فيروسي ادي له فرصة يدافع عن نفسه لا دا عم منعتك طب انا دا عم منعتي ازاي زي ما قلنا من البداية بطرق معينة وبعد قصة انك انت تسيب طفلك بدون اي اضافات غزية لمدة 6 شهور لانه ما عندوش اكتمال للاجهزة الداخلية هيحصل لها رابكة ارتباك لو انت دخلت تغزية ما قبل 6 شهور بيحصل ارتباك فيه الاجهزة الداخلية اللي هو اجهزة الاخراج اللي هي الكليتين واجهزة تخلص من السموم اللي هو الكبد تمام وفي نفس الوقت الجهاز تنفسي بيجهد من وراء هذا يليه طبعا جهاز المناعة فانت لازم تعمل حسابك تسيبه بدون تغزية لما تيجي تأكله مش المفروض انك تأكل مواد الحساسية ايه اشهر مواد تعمل حساسية في جسم الانسان بعد 6 شهور لما تبدأ تأكل حاجات واضحة ومحددة بروتين وسكر اللبن ومادة الجلوتين في الامح كلكو كيفة او الملعي يبدأ اياكل تبدأ تأكله ايه المادة الغذائية السهلة اوي الزبادي معلقتين الزبادي اول حاجة او الامح المصنع او الامح المهروس طبعا الحاجات دي كلها عبارة عن ايه الحاجات دي عبارة عن مواد تحسسية جسم الانسان ممكن يجيله رد فائل حسيه الامح في مادة اسمها الجلوتين ده بروتين قليل اوي جواه جلوتين الامح ده لو حصل تحسس جواه جسم الانسان ممكن ينتج عنه مرض غير مرتجعة يعني لو حصل ما يخفش منه ابدا مدى الحياة تمام المرض ده بيحصل داخل الامعاء بيصعب الامتصاص بتاع الطفل بسبب التبكير بادخال الامح ولذلك حتى منظمة الصحر العالمية قالت ان منتجات الامح لا تعطى الاطفال قبله تمام ستة شهور ولا اي تغذية اضافية حتى تلاقي الشركات اللي بتنتج هذه المواد بتكتب على العلب بتاعت هزا الكلام واحنا كأسر ما بنسمعش الكلام ومصممين نبكر احنا كده بنعمل اجهاد مناعي ممكن ينتج عنه امراض حسية حسية الجهاز الهضمي ممكن تبقى في صورة امساك وممكن تبقى في صورة اسهال معظم الناس فاكرة الامساك والاسهال حاجات مايكروبية او حاجات هابط والطبيعية يعني الانسان كده ممكن يجيل امساك وخلاص لا ده ممكن يبقى تحسس من التغذية الخاطئة العنصر المشهور جدا اللي هو بروتين اللبن وسكر اللبن البروتين والسكر اللي موجودين فيه اللبن الحيواني اللي هو اللبن البقري والجاموسي واشباهه كل ده مصدر لتحسس جسم الانسان برضو من النظريات العلمية الحديثة المعلنة ان نؤجل هذه المواد الى بعد تمام سنة نصبر لما طفلنا يكمل سنة عشان ما يحصلش اي تحسس داخل جسم حصل رب فعل تحسس من الكلام ده حسية البروتين والسكر الالبن ممكن ينتج عنها حسية صدرية ازمات في العين في الجلد في اي حتة في الجسم يبقى انا رايح دماغي خالص وما اخدش المواد دي لحادسة النسان المواد يا جماعة تغذية من 6 شهور فما فوق ايه بتبدأ بشكل بسيط حاجات ما بتعملش حسية معروفة منها الرز الشفان اللي هو منتج من الشعير الشعير ما فوقش تحسس البطاطس والكوسة وبعد كده الفكهة زي التفاح والبرتقان والتسلسل بتاع بيبسال عن طريق الدكتور بتاعك بيقولك ببدأ كذا 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 طب يا جماعة يعني موضوع الحساسية الى هذه الصعوبة بالنسبة للتغذية اه هو المصدر الاساسي انك انت اكلت طفلك قبل ما عاده اودت له حاجات غلط خب بالك انك انت يعني اللبن بتاع الام بيشتمل على مجموعة مواد مش موجودة في اللبن البقري واللبن الجموسي اللي انتو بتبقوا ملهوفين على استخدام البدال بتاعتو اللي هي الزبادي والجبن وما شابه ذلك اه في مواد انت محتاجها لاتجاهين من النمو في عندك حاجة اسمها النمو العقلي وحاجة اسمها النمو المناعي النمو العقلي بتاعك بتاع الطفل بيفضل يكتمل لحد حوالي من 18 ال 24 سهر النمو المناعي بيصل الى حوالي 30 لكن اهم مرحلة المرحلة الاولى اللي هو 18 سهر الاولى السنة ونص الاولانين الاجسام التركيبة اللبن الاهم ربك سبحانه وتعالى من نعمته ورحمته بينا وفضله علينا لانك انت الكائن الوحيد اللي عندك قدر على التعلم بقية الكائنات بيبقى عندها جهاز عصبي لمجرد ان هو يتحرك او يؤدي وظائف معينة لكن انت اللي عندك التعلم عندك خلايا في مخك اسمها خلايا التعلم وعندك خلايا المناعة تكوين المناعة المواد دي ببساطة شديدة جدا موجودة في لبن الام مش موجودة فيه اللبن البقى واحنا اكتشفنا الكلام ده ازاي كان على مر السنين بيبقى عندنا توائم تلاقي طفل ياخد من لبن الام طبيعي وطفل تاني توقع متماسل شبه بعض الطفلين وياخد لبن مصنع من القرصص القديمة او لبن بقري او جاموسي تبصي تلاقي الطفل اللي اخد رضاعة طبيعية طلع بذكاءه الطبيعي ممكن يبطلع متفوق جدا في دراسته ويصل الى درجات عليا الطفل التاني لا بيؤدي ما اداه اخوه التوقع برغم من هما الاثنين متمثلين وشبه بعض تمام اللي حصل ان الطفل الطبيعي اللي رضع طبيعي اخد المواد اللي بتدعم نموه العقلي ونموه المناعي اتصال اهل وسلامة محمد فضل سلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته الله يخليك حضرتك دكتور انا ابني بس عن 8 سنين ايوة وفصل الشتاء اه عموما يعني بيصاب بانفلوانزا ايوة بس اه يعني بيصاب بها يعني بفترات اه كتيرة يعني تتكرر معاك اكتر يعني في الشهر ممكن تجيله مرتين طيب هل معاها تزيئة في السدر ولا مجرد بس اه هو معاها تزيئة في الصدر والما بينام برضو في تزيئ كده وهو نايم فتح بقه اه يا دكتور اه اه فانا واحتى اكشفت عليه كده يعني فبرضو الادوية برضو مش جايب النتيجة بالشكل المطلوب يعني طيب اه عملت اكتري اشاءة على سدره عملنا اشاءة على دكتور وطلقت فيه ما فهاش حاجة اه اه تمام تمام طيب القصة هي بربع عليك يا سيد محمد انت يعني فتحتنا الموضوع بشكل جميل جدا في جزئية حسية الأطفال فترة آسف فترة الشتا فترة الشتا بيبقى في أجواء بردة شوية بيحصل راني نوز اللي هي تسهيل من الأنف في بعض الأطفال بيجي لهم شتوية مش شرط الربيع بنسميها سيزونة برضو موسمية مرتبطة في فترة إيه البرد والشتا بيحصل الغشاء المخاطي بتاع الأنف بيتأفل تأفيلة الغشاء المخاطي ديا بينتج عنه هو نايم الطفل يفتح بقه بيبدأ يدخل هوا من الرئتين مباشرة بدون تنقية يبدأ يزيق ويكون بقها في حاجة أنا عاوز أوضحها لحضراتكم علمية بتبتدي من البداية برضو طفل أول ستة شهور عنده انه هو متنفس من الأنف بالإجبار obligatory nasal breather يعني ما يعرفش يفتح لو منخيور قفلت معرفش يفتح بقه الأنف المقفول معرفش ينفس من بقه بعد شوية المفروض القصة يتتحسن ويبدأ يتحكم فيها لو حصل تحسس من البداية لأي أن كانت الأسباب سواء وراسة أو طريقة أكلة أو أي خطاء أخرى تبص تلاقي دايما المنخير الأنف بتاع طفل مقفول وينتج عن ذلك ايه تعبية السدر بالبالغة عشان أنا أتحشل حتة دي من أشهر وأفضل المعاملات في هذا الموضوع إن أنا لازم أخلي منخير الطفل أو أنفه في حالة انفتاح نظيفة كان من ضمن التقرير اللي عندنا بنعرضها بس التقرير فيه جزء يناسب الأطفال وجزء يناسب فأنا قلت ما فيش ده أعرضه لكم المرة دي إن التقرير بيقول إيه استخدام الماء والمالح أو ماء البحر وماء البحر والماء والمالح موجودين في الصيدليات بشكل يعني وافي جدا ما عندكش أي مشكلة دايما طفلك لازم تنظف الأنف يعني كنت روحت في الصيدليات تقوله ديني بخاخة مية البحر تنظف وفيه شفطات أو شفطات كورة أو شفطات عبارة عن شفط كده خرطوم أي أن كان موجودين في الصيدليات في متاهة السهولة أنت دايما تنظف الأنف بمية البحر أو ماء وملح مع التشفيد عشان المنطقة دي تسلك يقوم العيل ينام مسترعية ومواد الحساسية تتحشاها سواء كانت أكل أو شرب يعني لازم الأم وإنت تكون مركزين أهو سيد محمد أنا أكلت الولاد سمك جاله تحسس أكلته فراولة أو شوكلة شوكولاتة جاله تحسس خدوا بالكم المواد الصناعية من أخطر وأكطر مسببات الحساسية في الأطفال الصناعية اللون والريحة والطعم اللي في البطاطس المصنعة والحاجات المنفوشة اللي بتشتروها لأولادكم الأكل الجنك أو الفاست فود أو الأكل اللي فيه زيوت كتير ومحمرات في الزيت ده بيزود الحساسية احترس من الحاجات دي وركز في أنك أنت مع أنا لأستاذ أحمد فادر أستاذ أحمد أهلا وسهلا سلام عليكم سلام عليكم بالله المدام بدي تحكم مع ده سلام عليكم عليكم السلام عليكم والله يا دكتور عندي إذن من يومين كان سخن ورحنا كفتنا عليه أيوة والدكتور طلع له حجا أيوة حجا للسخنية السفران ديت تمام ودواء مجافيق مش مهم الأساني ودواء برد السوق تمام هذه العلاج السخنية راحت بس مطر دلوقتي حسسيه على جسمه كده بنات وراكه وعلى ودنه من فوق وحببه طيب يعني أنت محتاجة طبعا في وسط الأدوية أو رشيتها زي ما تقولي مضادة حسسيه واخدبانك وفيه مادة متوت مواد اللي أنت قلتيها مش عايز أقول اسمها بتزود الحسسيه شوية خصوصا خوافض الحرارة يعني فلازم يكون في حرص شديد والتحسس ده أحيانا بيبقى نتيجة المايكروب أو بعض من الأدوية المستخدمة فيفضل أنك أنت تغيري الأدوية وتاخدي مادة مضادة للحسسيه واخدبالك لأنه التحسس الناتج عن الدواء لابد من إيقافه يعني اللي أنت بتوصفيه قد يكون حسسيه دوائية فعلا وقد تنتمي إلى الحسسيه العادية من نشاط المايكروب داخل الجسم في بعض المايكروبات بالذات اللي في الجهاز الهضمي بتطلع توكسن سموم تخش في الدورة الدموية ومجهاز المناعة يتلخبت يروح مديك الطفح الجدي اللي انشوف تيه أيا كان هذا أو ذاك أفضل للحلول هو إيقاف العلاج كله تمام والعودة إلى الطبيب اللي بدأ بالعلاج يغيره لك ويبدأ يدي لك أدوية أخرى ما فيهاش المواد دي لأن قد يكون متحسس الطفل منها تمام ودي غالبا تبقى حسينها مؤقتة غير مستديمة مرتبطة بالحدث بس فيها سئلة أخرى أستاذ أحمد فضل نرجع لإجابتنا على قصة السؤال بتاع الأستاذ محمد ومدى أهميته هنزنكم شواء شواءة ميا القصة بتاعة الحماية والتحسس موضوع متشعب وموضوع فيه الحقيقة بنود كتير جدا يعنيني فيها التفكير العلمي إزاي أنا أحافظ على طفلي لو حصل بند الحساسية زي ما اتفقنا بنبتدي من فوق من الأنف والجهاز الهضمي كمدخل نحترس عليه نأكل الوجبات اللي ما فيهاش مواد حسية أنا عارفها للطفل نبتأت تماما عن المواد اللي فيها لون وطعم وريحة نتحاشى فتح النوافذ فيه فترات طغيرات الفصول أو حتى في الشتاء ما قبل الساعة تسعة صباحا يعني في الوقت ده زي ما قلنا ممكن يحصل أتريبة أو غبار أو بولين جرينز حبوب نقاح تنتشر في الجو تقوم تهيج الجهاز التنفسي للطفل بعد تسليكة الأنف لأن هي خمسين في المئة من الموضوع بنعتمد على مضادات الحساسية بشكل مستديم خدوا بالك يا جماعة فيه ارتباط دائم بين الحساسية وزيارة الطبيب أن أنا باخد علاج وأروح لا فيه حاجة اسمها العلاجة الالعلاج الوقائي العلاج الوقائي هو الأساس فيه معاملة مريض الحساسية خدوا بالك يا جماعة من فضل الله ونعمته ورحمته بنا الحمد لله أن جاز المناعة بتاع الطفل المتطور فبيسهل علينا حاضر يا معمار بيسهل علينا أن الطفل يتحسن ويتطور منعته ويخف حولكو إزاي تفضل يا معمار لو سمعت يا دكتور أنا عامل إبني عنده 29 سنين وعنده التهاب في الشعب الهوائية مزمن كان جاله دور برد ما تعليبش كويس فدلوقتي ماشي بالبخاخات يعني تمام فدول الشيطة دول الصيف برضو يا دكتور نفسه متعارفة خد نفسه فأنا متعارفة لحد إمتى تستمر معاه فيها الحساسية وعنده حساسية في الأنف أصله في الأنف أكتر من الصدر يعني آه تمام فهي كاز بتنزل على الصدر فأي دور برد الشعب الهوائية بتقفل بسرعة يعني بتصاله أزمة فدلوقتي ماشي على البخاخات بقاله يجي ثلاث سنين تمام تمام ماشي بشكل مستديم ولا بتاخديها موسمية لا ناخدها بشكل مستديم طول الثانية ده هو في الغالب البخاخات بتجيب نتائج رائعة يعني لو في عندك التزام بالبخاخات بشكل منضبط من ثلاث لست شهور بتجيب نتائج فوق تسعين في المية وبالنسبة لحالات الأطفال نادر جدا أن طفل يكبر ويعدي مرحلة البلوغ ومعه حساسية في الغالب بيخف منه يا أخ ده بالك طيب أنا نفس هو بقدر بقدر دكتوره فعملوا التهاب نظمي في الشعب الهوئي فهذا انشاء الله يعني ده هيروح مع لما يكون لازم تعملي لازم تعملي إشاعة يا بنتي على الصدر علشان تشوفي نسبة الالتهاب على الصدر شكلها قد إيه تعملي إشاعة عادية ولو أحتاج مدتليش قراءة بنعمل مقطعية بقى ده عشان أبعارف وفي حاجة اسمها تقييم أو اختبارات التنفس بتتعامل عند متخصصي الصدر عشان يديك قراءة لمدى قوة الجهاز التنفسي في الفتح والقف لكن أنا بطمنك ما تقليش أبدا ما فيش طفلي بيكتمل بحسية أنا نفس الإجابة اللي أقولها للأستاذ محمد ولحضرتك أم عمار هي إجابة واحدة فوق التسعة وتسعين في المية من أطفالنا اللي عندهم حساسية بيعدوا سلام ما بيحتفزوش بالحساسية حاضر يا أستاذ رزق اتفضل ماشي أبدا وسلام عليكم عليكم السلام عبد الله بقول له حضرتك يا دكتور أنا عندي دلوقتي آآ بنتي عندها آآ سنتين ونص أيوة آآ صوتها بيروح عندما بتيجي تعيط صوتها بيروح آآ يبقى الصوت آآ في رفع كده زي صوت الحصان كده آآ يعني بيجيله نظرة كده يعني زي ما تكون مسلا آآ إن صوتها مخشنة شوية تمام بحثة شوية يعي يعني شده بيروح زي ما كنوا أفضل بيروح مع البكاء بس ولا ممكن مع أدوار البرد والكحة لا مع البكاء مع مين دا وين دا يعني بس بالأخص مع البكاء مثلا القصة دي بقى لقدي معها بقى لها بتاع آآ تلت شهور بقى لها تلت شهور بتفقد النفس معها بتحس إنها تخانقت نفسها مش مستريع لا لا خالص مجرد بس الصوت طيب هو مجرد الصوت دا في الأحبال الصوتية أحبال الصوتية آآ آآ طيب في أي سئلة أخرى نعم طيب بصة سرز الأحبال الصوتية داخل الحنجرة اللي هي مدخل الجهاز التنفسي من هنا أو القصبة الهوائية عبارة عن زي أوطار العود يعني فيه اتنين واتنين كده عاملين الشكل ده فوق بعض آآ لو حصل آآ انتفاخ قليل فيهم أو ضغط عليهم بضغط الحنجرة مع آآ مجهود البكاء بتبص تلاقي الصوت يحصل له الخشانة أو آآ تغير ودي بتبقى مرحلة مؤقتة امت تقلقني لو هي مرتبطة ببعض الميكروبات فيه مايكروب اسمه الكلاميديا لو دخل اشتغل على المكان ده الطفل ممكن يجيله حاجة اسمها الكروب أو الاختناء بيفقد النفس تماما ودي بقى شيء مرعب بحتاج تجد على المستشفى أو تنزل بسرعة الاعرب مكان يدي لك حقنة يعمل لك جلسة تنفس بقى لكن بالنسبة لك انت انت معدكش مشكلة ده مجرد رد فعل مؤقت من البكاء فدي عرض مؤقت العراض المستديمة هي اللي بنخش تحت بنود الازمان ومحتاجة عليك زي موضوع انا بقى يعني عارزك انت اطمئن ما تقلقش من هذا الموضوع بالنسبة للموضوع الناس تكمل علاج الحساسية بتاعتها ازاي هنكمل بشكل بسيط خالص مضادات الحساسية في شكلين اساسيين في شكل بالفم وشكل بالبخخات الشكل اللي بالفم مواد بتعمل تثبيت او ايقاف لعزيمة الخلايا مصط اللي بتعمل بتفرز مواد الحساسية علميا المادة معروفة اسمها كذا بنستخدمها في مضادات حساسية بتشتغل على مستقبلات المكان اللي بيفرز مواد الحساسية الهي 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 بتروح عليها تقولها لا ما تطلعيش المواد ديا فدي مواد مضادات الحساسية منها مواد عادية جدا كيتو تايفن ستريزين لوراتيدين ديسلورات ديسلوراتيدين مواد كتير ويليها الكورتزونات انا من الناس اللي ما بحبش الكورتزونات كتير بأخرها ولكن الكورتزونات ممكن تستخدم في البخخات وهي الافضل نعم ما دا يا منو هتفضلي ايو يا دكتور السلام عليكم عليكم السلامة الله من فضلك يا دكتور انا بنتي عندها خمس سنين هي ازماتك تمام هي ماشي على سنجولير وفليكسوتيب بقالها فترة طويلة يالك منقولش اسامي تجاري المهم هي من اسبوع كده جالها سخونية فودتها للدكتور قالي هو فيروس بسه ماخدتش انتباتك ولا حاجة تمام واخدت مخفضات تمام بعد حوالي اربع تيام كده انا مشت على زي ما الدكتور ما قالي ما تبهاش انتباتك بس بعد اربع تيام تارت الكحة تبقى كتير قوي وفي بلغم انا مش عارفة تعال معها ازاي دلوقتي وكمان تزييئة يعني في تزييئة اه تمام فأنا عندي نيبيولايزر في البيت بعمل لها جلسات عشاء على عشاء بس الكحة زيت قوي وبلغم كتير بتيجي بللبي تشرق وبتكح جامل جدا تمام تمام فأنا مش عارفة اعمل معا ايش تمام حاضر العافية يا مدام نوها بالنسبة للموضوع ده سهل جدا انا لما بيحصل لحاجة زي كده بتبقى غلبها فيروسات وبنفضل ما نديش انتباتك علشان الانتباتك بيزود بخلي الفيروس نشاطه يزيد فبنستخدم النبولايزر جهاز الاستنشاق اللي قالت عليه مدام نوها جهاز كويس جدا بنجيبه في بيوتنا رخيص ملوش يعني مش سعر ومش عالي بنحط فيه محلول ملح او ميا مقطارة وبنحط عليه مادة موسعة للشعب وكل طفل وله وزن وده عن طريق الطبيب بيقولك جرعته قد كده مادة موسعات الشعب معروفة فيه السلبوتامول وفيه مواد تانية اخرى برضو مخلقة من الكرتوزينات وملاش اي اثار سلبية بتستخدم في البيت ممكن استخدم جهاز النبولايزر البخار ده لو حبيتوا الجبوه في بيوتكو واي حد عنده حساسية يجيب الجهاز في البيت وممكن استخدقه بمحلول الملح بس ما حطش عليه اي اضافات كيمياء ما فيش اي مادة ده واي خالص وقت ما الطفل يجيله ارتشاع في الانف او بلوك سنورنج قفلة او تزييقه في الصدر معنا ديها ان شاء الله نقدر نيه نستخدم له جهاز للسنشاق عشان يعمل ازابة للمخاط وتوسيع للشعب وتفتيح للبالغم اللي في الصدر ممكن نعمل جالسة متواصف من 4 على 6 ساعات اهم علاجات عندنا في الحساسية البخخات البخخات الموضوعية سواء في الانف او في الصدر حتى لو ان المواد بتاعتها كورتزون بس مادة الكورتزون اللي فيها واحد على خمسين الف من الدواء الشرب يعني جزء واحد من خمسين الف جزء ممكن يكون في الشرب او الاقراس فما تخافوش من البخخات لان هي المصريس اللي تأحدث خطوط العلاجات بمواد الحسية بزيها تحسيت الانف والصدر عن طريق البخخات الموضوعية وفي منها مواد مستحدثة شبه ما لاش اي اثار سلبية خالص المهم يعنيني في الامر كان نفسي ان انا اخدش في تفاصيل اكتر من كده بالنسبة للموضوع الحسية لكن ان شاء الله هنعمل حلقات اخرى نتكلم في نفس الموضوع وبتوسق اكتر وانا كنت سعيد معكم النهاردة وانا الخاكم مرة اخرى ان شاء الله كنت معكم على مدار الحلقة دكتور اسامة عبداليهابس شاري الاطفال وحديث الولادة